الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 تم اكتشاف تسرب لنظام الوقود، تسرب صغير ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام، مما يعني أنه ينطبق على جميع المركبات الأحدث لعام 1996، فورد وجي أم سي وشيفرولي وفي دابليو ودوج وما إلى ذلك، على الرغم من أنها عامة، قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتماداً على الصنع أدرازه، عندما أجد رن مخزناً P0094، فهذا يعني بشكل عام من أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد كشفت عن انخفاض كبير في ضغط الوقود، تختلف مواصفات ضغط الوقود من مصنع لآخر ويتم برمجة PCM لمراقبة ضغط الوقود وفقاً لهذه المواصفات، يستخدم هذا الرمز في المقام الأول في المركبات التي تعمل بالديزل، تتم مراقبة أنظمة وقود الديزل بواسطة PCM باستخدام واحد أو أكثر من مستشعرات ضغط الوقود، يتم ضخ الوقود منخفض الضغط من خزان التخزين إلى مضخة حاقن الضغط العالي عن طريق مضخة توريد أو نقل، يتم إرفاقها عادة بسكة الإطار أو داخل خزان الوقود، بمجرد خروج الوقود من مضخة الحاقن، يمكن أن يصل إلى مستويات تصل إلى 2500 رطل لكل بوصة مربعة، كن حذراً عند اختبار ضغط الوقود، يمكن أن تكون الظروف ضغط الوقود القاسية شديدة الخطورة، على الرغم من أن وقود الديزل غير قابل للاشتعال مثل البنزين، إلا أنه قابل للاشتعال للغاية خاصة تحت الضغط العالي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوقود الديزل تحت مستويات الضغط هذه أن يخترق الجلد ويدخل في مجرى الدم، يمكن أن يكون هذا ضاراً أو حتى مميتاً في ظروف معينة، يتم وضع أجهزة استشعار ضغط الوقود في مواقع استراتيجية في نظام توصيل الوقود، عادة، سيكون هناك مستشعر ضغط وقود واحد على الأقل لكل جزء من نظام الوقود، جهاز استشعار لنهاية إمدادات الضغط المنخفض وجهاز آخر لنهاية تسليم الضغط العالي، عادة ما تكون مستشعرات ضغط الوقود ذات تصميم ثلاثي الأسلاك، تستخدم بعض الشركات المصنعة جهد البطارية والبعض الآخر يستخدم درجة أقل من الجهد، عادة 5 فولت، كمرجع لام بي سي أم، يتم توفير الجهد المرجعي وإشارة الأرض إلى المستشعر، يوفر المستشعر لام بي سي أم إشارة دخل جهد، مع زيادة ضغط نظام الوقود، ينخفض مستوى المقاومة لمستشعر ضغط الوقود، مما يسمح لإشارة الجهد التي يتم إدخالها إلى بي سي أم بالزيادة وفقاً لذلك، عندما ينخفض ضغط الوقود، تزداد مستويات المقاومة في مستشعر ضغط الوقود، مما يتسبب في انخفاض إشارة دخل الجهد إلى بي سي أم، إذا كان مستشعر ضغط الوقود يعمل بشكل طبيعي، فإن هذه الدورة تصبح سارية المفعول مع كل دورة اشتعال، إذا اكتشف بي سي أم ضغط نظام الوقود الذي لا يتطابق مع المواصفات المبرمجة، خلال فترة زمنية محددة وتحت ظروف معينة، سيتم تخزين رمز بي صفر صفر تسعة أربعة، وقد يضيء مصباح مؤشر عطل، الخطورة والأعراض نذراً لاحتمال نشوب حريق في السيارة، بالإضافة إلى الاحتمالية الواضحة لكفاءة الوقود المتناقصة التي يمكن أن ترتبط برمز بي صفر صفر تسعة أربعة المخزن، فيجب معالجتها بدرجة كبيرة من الاستعجال، قد تتضمن أعراض رمز بي صفر 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 تسعة أربعة مايلي، الرائحة المميزة لوقود الديزل انخفاض كفاءة الوقود انخفاض أداء المحرك قد يتم تخزين رموز نظام الوقود الأخرى، الأسباب المحتملة لرمز المحرك هذا تشمل فلتر الوقود المسدود جهاز استشعار ضغط الوقود المعيب منظم ضغط الوقود المعيب تسريبات نظام الوقود قد تشمل خزان الوقود، الخطوط، مضخة الحقن، مضخة التزويد، إجراءات تشخيص وإصلاح حاقنات الوقود نقطة البداية الجيدة هي التحقق دائما من نشارات الخدمة الفنية لسيارتك قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص، يمكنني الوصول إلى ماسح تشخيصي مناسب، ومقياس ضغط وقود الديزل، فولت رقمي، أو متر، دي في أو أم، ودليل خدمة مركبة أو اشتراك في جميع البيانات، دي أيوي، عند محاولة تشخيص رمز من هذا النوع، عادة ما أبدأ تشخيصي بفحص بصري لخطوط ومكونات الوقود، إذا تم اكتشاف أي تسريبات، قم بإصلاحها وإعادة فحص النظام، افحص أسلاك ومواصلات النظام في الوقت الحالي، قم بتوصيل الماسح الضوئي بموصل تشخيص السيارة واسترداد الرموز المخزنة وتجميد بيانات الإطار، قم بتدوين هذه المعلومات في حالة ما إذا ثبت أن هذا هو رمز متقطع، والذي سيثبت أنه أكثر صعوبة في التشخيص، في حالة وجود رموز أخرى تتعلق بنظام الوقود، فقد ترغب في تشخيصها أولاً قبل محاولة تشخيص P0094، امسح الرموز واختبر قيادة السيارة، إذا تمت إعادة تعيين P0094 على الفور، حدد موقع دفق البيانات من الماسح الضوئي ولاحظ قراءات ضغط الوقود، من خلال تضييق دفق البيانات لتضمين البيانات ذات الصلة فقط، ستحصل على استجابة أسرع، قارن قراءات ضغط الوقود الفعلية المنعكسة مع مواصفات الشركة المصنعة، إذا لم يكن ضغط الوقود ضمن المواصفات، فاستخدم مقياس ضغط الوقود لاختبار ضغط النظام في الربع المناسب، إذا لم تكن قراءات ضغط الوقود الفعلية ضمن المواصفات المصابها من قبل الشركة المصنعة، أشتبها في حدوث عطل ميكانيكي، استمر بفصل موصل مستشعر ضغط الوقود، واختبار مقاومة المستشعر نفسه إذا كانت مقاومة المستشعر لا تتوافق مع مواصفات الشركة المصنعة فاستبدلها وأعد اختبار النظام إذا قام المستشعر بالتحقق فافصل جميع وحدات التحكم ذات الصلة وابدأ في اختبار دوائر النظام للمقاومة والاستمرارية إصلاح أو استبدال الدوائر القصيرة أو المفتوحة حسب الحاجة إذا كانت جميع مستشعرات النظام والدوائر تبدو طبيعية أشتبها في وجود خطأ في برمجة PCM أو PCM معيبة نصائح تشخيصية إضافية توخي الحذر عند اختبار أنظمة الوقود ذات الضغط العالي هذه الأنواع من الأنظمة يجب أن تتم صيانتها من قبل موظفين مؤهلين فقط على الرغم من أن هذا الرمز يوصف بأنه تسرب صغير منخفض ضغط الوقود قلبا ما يكون الجان ينظر أيضا في 0093 تم اكتشاف تسرب في نظام الوقود تسرب كبير